أدى رفض الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة من قبل كوريا الجنوبية نتيجة العقوبات الأمريكية إلى إعلان طهران اتخاذ إجراءات قانونية ضدها هذا وذكر رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أن كوريا الجنوبية تخرق الالتزامات المالية الدولية مضيفا أن كوريا قررت الدخول في السياسة واتباع العقوبات الأمريكية من جانب واحد مشيرا إلى أن هذا النوع من التجارة لا يخضع للعقوبات وفي السياق ذاته قال مسؤول إيراني إن إيران يمكن أن تتخذ إجراءات قانونية إذا لم يبدأ الجانب الكوري بالسماح لها بالاستفادة من موارد النقد الأجنبي الإيرانية ويشير اقتصاديون أنه بعد صفقة إيران النووية مع القوى العالمية عام 2015 تمكنت إيران من الإفراج عن أكثر من 6.4 مليار دولار من عائدات النفط التي تم حضرها في الحسابات الهندية باستخدام البنوك الأوروبية كوكلاء صرافة كما رفع فرع البنك المركزي الإيراني في أوروبا دعوة قضائية ضد البنوك التي حجبت الموارد الإيرانية وفقا لأحكام المحاكم الأمريكية وفي السياق قالت وزارة الخارجية الإيرانية في أيار الماضي إن كوريا الجنوبية لديها ديون نفطية لإيران بقيمة 7 مليارات دولار قبل الوقت الذي أعادت فيه الولايات المتحدة فرض عقوبات على مبيعات النفط الخام الإيراني وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية كونغ سوكلي وكالة بلومبرغ أن البلاد قد تشاورت مع الولايات المتحدة وإيران والبنوك التي أوقفت الموارد لحل هذه المشكلة ويشير خبراء إلى أن الاقتصاد الإيراني تسم بمؤشرات سلبية عديدة ومخيبة للأمال منها معدل التضخم والبطالة إلى الموازنة الحكومية والديون والإيرادات مؤكدين أن المأزق الاقتصادي في إيران لا يستطيع أحداث تغيير لطالما أن العلاقات الخارجية للبلاد مدمرة